النظم المفاهيم الببيوغرافية أولا الرقم الدولي الموحد للكتاب والرقم الدولي للدوريات السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات الفصل الخامس النظم المفاهيم الببيوغرافية يجري إعداد الببيوغرافية وفق طواعد ووصول مرسومة تضمن التعريب المؤلفات بشكل منسق ومتتامل ومنظم وهذا الأمر لا يتاتى إلا باعتماد طواعد محددة للوصول ببيوغرافي ومطيس وطنية وعالمية وأنظمة مطننة تزداد أهميتها يوما بعد يوم مع توسع استخدام العلية في إعداد الببيوغرافيات ومعروف أن الحواسيب مثلا لا تستطيع التعامل إلا وفق هذه الأنظمة المحددة الدقيقة وهنات اليوم العديد من النظم المحلية والعالمية أهمها التقانين الدولية للوصول ببيوغرافي والعديد من المفاهيم الببيوغرافية والطواعد والأنماط التي تندرج في هذا الإطار وقد خصصنا هذا الفصل التعريب بها بغية جعلها مفهومة واضحة في أذهان الدارسين وتسهيل عملية استخدامها عند الحاجة الرقم الدولي الموحد للكتاب ESPN وهو رقم موحد للكتاب يميز عن غيره من الكتب الصادرة في أنحاء العالم دون خلطة والتباس ويعطيه صفته المميزة والمحددة على المستوى العالمي وهو رقم يرافق الكتاب منذ إنتاجه ويستمر معه بحيث يصبح وسيلة أساسية من وسائل التعامل معه بين المرتبات وفي ميدان تجارة الكتب والأعمال المشابهة الأخرى ويعود أساس تطوير هذا الرقم الدولي الموحد للكتاب للأستاذ فوستر من إيرلندا وقد بدأ تطبيقه في إنلترا عام 1900 ميلادي ثم في ألمانيا عام 1971 ميلادي وبعدها انتشر في العديد من أنحاء العالم وهو رقم يعطى للكتاب دون غيرها أي أنه لا ينسحب على الصحف مثلا أو المسلسلات أو المنشورات التي تصدر لأغراض خدمات معينة مثل الخرائط الفنية ومفترات الجيب والمخططات التعليمية المدرسية وما في حكمها أما الدوريات العلمية فإنها تأخذ الرقم الدولي الموحد للدوريات ESSN الذي سنتحدث عنه فيما بعد ويختصر ESMB بالعربية في رادمات ويتكون الرقم الدولي الموحد للكتاب من أربع مسافات تفصلها بعضها عن بعض خطوط صغيرة أو فراغات ويقع هذا الرقم في مجموعة عظيم عشر خانات يقع على يصارها الرقم الدولي الموحد هذا وهو ESMB وإن أي عشرة أقام لا يقع على يصاري هذا الرمص لا تعد رقما دوليا موحدا للكتاب إذ لا بد من وجود هذه الأحرف مرتبطة بالرقم وتمثل آخر لدينا سوطر الرقم التالي ESMB 3 7766 0761 فالرقم الثالث يدل على رقم المجموعة الوطنية والمكانية الجغرافية والمجموعة اللغوية والرقم الثاني 7766 يدل على رقم دار الناش ويعطى لكل دار الناش على حدة رقم خاص بها أما الرقم الثالث 7701 فهو رقم العنوان ويعطى لكل كتاب تصدره دار الناش أي الدار التي يأتي ذت رقمها في القسم الثاني السابق الذت أما الرقم الرابع والأخير الصف فهو رقم اختبار للحاسوب ورقم المجموع الوطني وهو ثلاثة في أول الرقم السابق الذات هو للمطبوعات من الكتب الصادرة باللغة الألمانية لأن تجاه التوتب في ألمانيا والنمسا والمطبوعات الألمانية في سويسرا شكلت مجموعة لغوية واحدة مشتعة وأخذت الرقم الثلاثة أي أن هذا الرقم يرتبط دوما بهذه المجموعة اللغوية ويدل دوما عليها أما أقام دور النشف تحدد لدور النشف من طبال مؤسسة وطنية معتمدة ففي ألمانيا مثلا يكون تحديد الرقم الخاص بطول دار نشفها من طبال اتحاد تجار التوتب الموجود مطره في مدينة فرانفورت وهو يخصص لطول دار نشف خاصة وعمة رقما معينا بينما تقوم طول دار نشف على حدة بعطاء رقم لطول من منشوراتها ويكون الرقم الاختباري بمثابة المراقب للتأكد من صحة الأقام المعطاة للتوتب في إطار الرقم الدول الموحد للتتاب ثانيا الرقم الدول الموحد للدوريات ESSN يسير هذا الرقم جنبا إلى جمع الرقم الدول الموحد للتتاب غير أنه مخصص للدوريات فيسهل التعامل معها ويدخلها ضمن نظام عالمي محتم ويمكن من معالجته آليا على النطاط العالمي بوضوح ويقع الرقم الدول الموحد للدوريات هذا في ثمانية أجزاء ويرتبط بنظام المعلومات الدولي عن الدوريات إلى أنه لا يحوي الرقم مفتاحية معيارية تحدد الجوانب الوطنية والإقليمية أو المنشأ اللغوي أو الدور النشف الأمر الذي وجدناه واضحا في الرقم الدول الموحد للكتاب لقد تطور هذا الرقم وصدرت بصدده مجموعة من التعاليم التي تحدد الدوريات والمسلسلات والمؤلفات التي يشملها هذا الرقم مثل الأعمال التي لم تحدد نهاية لاتمال أعدادها أو موعدا لاتمال صدورها والتي تصدر تبعا ضمن أجزاء وهي في حكم الدوريات والصحف وما إليها من المؤلفات وإنطلاقا من التعليم العالمي إيزو ذات الرقم 3197 صدرت التعليم رقم دين 1430 ESSN التي حددت المجموعات التي تدخل تحت هذا النظام وتأخذ هذا الرقم على الصعيد العالمي ومعروف أن إدارة الرقم الدول الموحد للدوريات ومراقباتها هي إدارة منفصلة تماما عن إدارة الرقم الموحد للكتاب لأنها لا تنظوي تحت لواء هذه الأخيرة وإنما تحت لواء نظام المعلومات الدول للدوريات ESDS الذي يتصل بدوره بالمنظمات الإقليمية لتحديد هذه الأقعام وتطبيق هذا النظام ومتابعته فالمجلات العلمية هي أعمال تصدر دوريا على الأقل أرثر من مرة في العام ويكون صدورها منظما بشكل أو بآخر وتظهر في مواعد محددة أو شب محددة ويحويق العدد منها في الغالب عددا من المقالات لعدد من الكتب وهذه تأخذ الرقم الدول الموحد للدوريات وفي السياق نفسه تعامل السلاسل والمجموعات الأخرى المشابهة مثل الكتب السنوية أو التقارير السنوية أو مجموعات المعلومات مثل هذه المؤلفات تعطي أيضا الرقم الدول الموحد للدوريات إلا إذا كانت تصدر بشكل فور لا رابط تربطه بأعداده السابقة وفي هذه الحالة يمكن أن تأخذ الرقم الدول الموحد للكتاب لأنها تخرج عن توني أعداد متلاحقة مسلسلة تام أن السلاسل المؤلفات التي يكون لإعدادها صفة الرسالة والدراسة والتي تصدر بشكل دوري دون التزام بمواعد محددة فإنها تعامل المعامل نفسها بحيث لا تحصل مجموعات على الرقم الدول الموحد للكتاب بينما يمكن الإصدارات الفردية أن تحصل عليه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد